رغم نزيف الدم المستمر في مدينة تعز في الفترة الاخيرة ما زالت قوات الجيش الوطني تستميت في تقدمها نحو المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي مواقع استراتيجية عسكرية جديدة سيطرت عليها قوات الجيش الوطني مؤخرا كان اخرها تبة المروات الواقعة في منطقة العريش شرقية صبر حيث احكمت قوات تابعة للواء 22 ميكا السيطرة على التبة بعد معارك عنيفة دارت في الجبهة الشرقية للمدينة وشن هجوم على مواقع الميليشيا في جبال المقرم وتبتي الجعشاء والسلال تقدم عسكري جاء بالتزامن مع غارات شنتها مقاتلات التحالف على مواقع وتجمعات تابعة للميليشيا في منطقة الحوان شمال شرقي المدينة في الجهة الغربية من المدينة تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير جبل حيد الحمام في مديرية مقبنة وحسب مصدر عسكري في الجيش فان تحرير الجبل جاء بعد حصار خانق على مواقع الميليشيا اعقبها نزع لعشرات الالغام الارضية التي زرعتها الميليشيا في محيط الجبل ميليشيا الحوثي من جانبها حاولت شن هجوم على مواقع عسكرية تابعة للجيش لاسترجاع ما تم تحريره لكن هذه المحاولة باءت بالفشل بعد احباط الجيش عددا من الهجمات وكعادة ميليشيا الحوثي بعد كل خسارة تتلقاها في الجبهات اقدمت على قصف الاحياء السكنية في منطقة ثعبات من مواقعها شرق المدينة اشتركوا في القناة